موسيقى مشاهدين الكرام في كل مكان مشاهدين العزاء في فلسطين المحتلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما فلسطينية ونناقش في جزئها الأول التهديدات المصرية بتصفية حركة حماس في غزة بالتعاون مع حركة فتح والتي أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية رويتلز وفي جزئها الثاني نتوقف عند الخطوات الفلسطينية المتسارعة باتجاه المصالحة وعلاقة ذلك بالتهديدات المصرية وبقرب التوصل إلى اتفاق الإطار ونناقش مدى تأثير ذلك على مشروع المقاومة وبنيتها التحتية وخاصة في قطاع غزة أهلا بكم فقد نسبت وكالة رويتلز للأنباء إلى أربعة من كبار المسؤولين الأمنيين والدبلوماسيين المصريين تصريحات بأن القاهرة لديها خطة لتصفية وتدمير حركة حماس في قطاع غزة باستخدام كل الطرق والوسائل المتاحة وبالتعاون مع حركة فتح وحركة تمرد غزة وأكدت الوكالة على لسان القادة العسكريين المصريين أن عمليات استخبارية جنبا إلى جنب مع مساعدة خصوم حماس السياسيين والنشطاء المعارضين للحركة سوف تؤدي إلى تقويض مصداقية حركة حماس وكانت مصادر إعلامية فلسطينية أكدت اجتماع محمد دحلان مع وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين السادس من الشهر الجاري وأن قطاع غزة كان على رأس جدول أعمال هذا اللقاء جدير بالذكر أن الإعلام المصري يشن حربا إعلامية شرسة على حركة حماس ويكيل لها الاتهامات في الكثير مما يحدث في مصر دون أن يأتي بأي دليل على أي من تلك التهم ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في الستوديو الدكتور عزام التميمي المحلل السياسي والخبير بالشؤون الفلسطينية كما سيكون معنا عدد من الضيوف عبر الهاتف ولكن قبل البدء في الحوار دعونا نشاهد معا هذا التقرير الذي عده الزميل جهاد أبو فلح يبدو التقرير غير جاهز لذلك سنؤخر مشاهدة التقرير ولكن نبدأ بالنقاش مع الدكتور عزام دكتور عزام أهلا وسهلا بكم دكتور كيف تنظر إلى التصريحات التي نشرتها وكالة رويترز على لسان أربعة من القادر العسكريين والسياسيين دبلوماسيين مصريين وقالوا فيها أن الحكومة المصرية تعد خطة لتصفية حركة حماس بالتعاون مع حركة فتح يعني كيف يمكن أن يتم استيعاب مثل هذا الخبر هل هو مجرد جزء من الحملة الإعلامية أم هو فعلا خطة حقيقية لتصفية حركة حماس بسم الله الرحمن الرحيم بادي أذي بدء أنا لا أستغرب أن أسمع من مسؤولين في النظام الانقلابي الحالي في مصر مثل هذه التصريحات هم يعتبرون حركة حماس حركة إخوانية هم يشنون حرب استئصالية ضد الإخوان المسلمين وربما يتمنون لو تمكنوا من أن يتخلصوا من حركة حماس ويعيدوا قطاع غزة إلى دحلان إلى عباس إلى من يرى رؤيتهم ويسيروا على منوالهم لكن طبعا في حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تسود الساحة المصرية استبعد أن يكون الآن هذا جزء من أولويات الانقلابيين أو الذين يحكمون الآن في مصر يعني لو أردنا أن نحكم شيئا من المنطق في مثل ذلك نقول أن المنطق يستدعي أن تكون أولوياتهم استقرار الداخلي مثلا استقرار الداخلي هي إثبات جدارة تخطي هذه المرحلة التي تعتبر عصيبة بكل المستويات لكن يمكن أن نعتبر هذه التصريحات كما يوصف باللغة الإنجليزية يزء من الوشفول تينكين يعني تمنيات تمنيات هم يتمنون ذلك يعني لم يعد سرا أنهم يكرهون حركة حماس والإعلام المصري الذي يسيطر عليه الفوليليون ومؤيدوهم يعني يردح لحركة حماس وللفلسطينيين وللسوريين صبح مساء لكن النقطة هذا من جانب من جانب آخر أنا أعتقد أنه لا يوجد إجماع في داخل المنظومة الحاكمة في مصر الآن على طريقة معينة لتعامل مع قطاع غزة ما زال هناك من يرى خاصة في جهاز المخابرات المصري أن الأمر الواقع في غزة لا بد من التعامل معه كما هو هؤلاء الناس خبروا حركة حماس تعاملوا معها في السابق منذ أيام نظام مبارك وطوال السنة التي حكمنا فيها الدكتور محمد مرسي كانت العلاقة مع قطاع غزة عن طريق جهاز المخابرات المصري ويعرف هؤلاء ضباط المخابرات يعرفون أن كل ما يقال في وسائل الإعلام من تحريض وهو افتراء وهو كذب وليس صحيح عن الإطلاق وأن لا حركة حماس ولا قطاع غزة يشكل تهديدا للمصالح القومية المصرية طيب أنت قلت أنه ربما تمنيات للبعض في داخل النظام المصري الجديد وأنه ليس أولوية لكن البعض من جهة أخرى يقول أنه لا هي الأولوية الآن لكي يثبتوا جدارتهم في الوقاء بالحكم بمعنى أن هذا الذي يفعلونه هو عربون الصداقة والولاء للأمريكان والإسرائيليين ما رأيك في ذلك؟ كما قلت ليس لدي معلومات يمكن أن نستخلص منها إذا كان مثل هذه التصريحات تمثل من بيده مقاريد الأمور حاليا في مصر أنا أغلب وهذا تحليل وليس معلومة أغلب أن هذه أصوات بعض من يكرهون حركة حماس وربما في اجتماعاتهم مع دحلان ومع أمثال دحلان لعلهم يناقشون كيفية التعامل مع قطاع غزة وهذا سيأتي اليوم الذي يمكن أن تستعيد فيه حركة فتح السيطرة على قطاع غزة والتخلص من نفوذ حماس طبعا الإسرائيليون يتمنون أن يتخلصوا من حماس أمس قبل اليوم وكذلك الأمريكان ولكن أي مغامرة يقدم بها أحد سواء الإسرائيليون أو الإنقلابيون في مصر على عمل عسكري ضد قطاع غزة ستكون باهظة التكاليف بكل تأكيد طيب نحن لو عدنا قليلا للحديث عن المصدر المصدر هو وكالة رويتز ووكالة رويتز لا أظنها يمكن أن تتسرع في خبر من هذا النوع والذي وصف بأنه من أربعة أشخاص وليس من شخص واحد يعني من عدد من القيادات السياسية والعسكرية إذا اعتبرنا أن هذا المصدر مصدر موثوقا وأن هذه التصريحات فعلا قد حصلت ألا يعني هذا اعتراف من قبل المصريين بأنهم يتدخلون بالشؤون الداخلية لقطاع غزة وأنهم يتآمرون على حركة الأصل أنها في دولة أخرى يعني تحت سيادة مختلفة ليس من حقهم أن يتدخلوا فيها يعني كيف يمكن تبرير مثل هذا على المستوى الدولي وعلى المستوى العلاقات بين الدول طبعا مصر تعتبر غزة حديقتها الخلفية لا تستطيع أن تستغني عن أن يكون لها نفوذ في قطاع غزة بل ولو كان هناك نظام في مصر منذ ثلاثين عاما يحسب له حساب لكان له القول الفصل في مجمل القضية الفلسطينية لكن للأسف في عهد مبارك ومن قبله في عهد السادات منذ عهد السادات وانتجاي مصر تخلت عن هذا الدور لكن الكلام عن أنه يتدخلون في شؤون غزة وأن هذا غير مقبول هذا كلام إن شاء لكن هو حقيقة مصر دولة كبيرة وعظمة في المنطقة وليس فقط من حقها بل من واجبها أن يكون لها نفوذ ولكن ليس النفوذ السلبي الذي نراه هذا نفوذ هدام نفوذ سلبي يعني لا أهل غزة ولا حركة حماس يريدون سوءا لمصر أو ينون شرا بمصر إنما الحقيقة أن هؤلاء الإنقلابيين ينطلقون من كرههم للإسلاميين وللإخوان المسلمين بالدرجة الأولى وحركة حماس معروف أنها جزء من هذه المدرسة الإخوانية اسمح لآن ينضم إلينا الأستاذ أحمد بهاء شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير من القاهرة أستاذ أحمد مرحبا بك معنا نهلا وسهلا بحبتك أستاذ أحمد كيف تنظرون إلى التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء رويترز نقلا عن أربعة أو أكثر من المسؤولين المصريين عسكريين وسياسيين حول وجود خطة مصرية لتصفية حركة حماس في قطاع غزة بالتعاون مع حركة فتح يعني أنا أعتقد الكلام ده زير دقيق أولا أنا سمعت الأستاذ الضيف اللي عند حضرتك يتهم ما حدث أو أنه دول انكلابيين وهذا زير صحيح بالمرة وأرجو أنه يعني صدر المستمع أو المشاهد يتسع لتأكيد أن ما حدث في مصر يوم تلاتين يونيو صورة شعبية حقيقية وأن الجيش لم يكن انكلابيا ولا متأمرا وأنما استجاب للإرادة الشعبية التي عبرت عن نفسها بخروج عشرات الملايين إلى الشوارع تطالب بالتغيير وتضع حد ليه حكم هي رأته غير أمين على المصالح الوطنية طيب أستاذ أحمد لو عدنا إلى سؤالنا ما حدث بأنه انكلاب وكده هذا غير مقبول من وجهة نظر ليس هذا موضوع النقاش على كل الأحوال نحن نقاشنا حول التصريحات التي أوردتها الوكالة الأنباء رويترز حول وجود خطة مصرية لتصفية حركة كل مرة أسمع بهذه التصريحات هل هناك أسماء محددة حضرتك؟ هي قالت أن المسؤولين المصريين رفضوا أن يتم التصريح عن أسمائهم في هذه المرحلة أعتقد أن هذا كلام الهدف منه الوقيعة مصر ضحف من أجل الأضيح الفلسطينية لدي اعتبار أن هذا منحة منها أو هدية والحاجة إلا أننا أعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب وكل المهتمين بالحرية في العالم كله الشعب المصري عمره معتدع على فلسطين الشعب المصري أدم شهداء كثيرين من أجل القضايا القومية ومن الغريب جدا أن نسمع هذه الأصوات لأن هذه مخالفة لكل التوجهات الشعبية المصرية وثورة 25 نناير و30 يونيو لما قامت ما قامتش من أجل الهجوم على فلسطين ده كلام غريب جدا وإنما قامت من أجل الدفاع عن المصالح الوطنية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية كل ما نطلبه ألا تتدخل حماس في الشأن الفلسطيني وأن تنأ بنفسها وعلاقتها بالإخوان عن الصراع الداخلي في مصر إن هذا يضر بالقضية الفلسطينية يا أستاذ أحمد لو سمحت لي هو الحقيقة أن الإعلام المصري خلال الفترة الحالية خلال الشهور الستة الأخيرة بشكل مركز وقبلها كان هناك حملة مستمرة ضد حركة حماس لعلاقتها بالإخوان المسلمين رغم أن حركة حماس هي حركة مقاومة فلسطينية ليس لها ارتباط تنظيمي بهذه الجماعة التي أنتم في مصر على عداء مؤخرا أصبحتم معها وأخرجتوها إلى قائمة المنظمات الإرهابية السؤال هو على افتراض أن وكالة الأنباء ووسائل الإعلام المصرية صادقة فيما تنقل عن وجود مثل هذه الخطة أنت تعتقد أن مصر الأصل أن لا تنجر لعمل لتظهر من خلاله كأنها وكيلة لدولة الاحتلال الإسرائيلي أتكلم عن حاجة وهمية أنا أول مرة أنا راجل لي حضوري الكبير في العمل الواقني وفي الحياة الثقافية والسياسية لم أسمع على الإطلاق يعني ما هو مش معقول حضرتك هيتم هذا العمل الهائل بدون كل أي مصادة داخل مصر نتكلم عن حضرتك عن إزاي يعني ده مش وارد للنهاردة ولا بعد ألف سنة ده يعني غير وارد بالمرة إحنا الجيش المصري طوال الدماء وأرض فلسطين مش ممكن يتحول إلى جيش اللي أدوان على فلسطين وهذا هو ما نعتقده أن لا يمكن للجيش المصري ولا المصريين كدولة أن يمسحوا كل تاريخهم المشرف في غزة وفي فلسطين على كل حال أرجو أن تبقى معنا أستاذ أحمد أرجو أن تبقى معي لتسمع معنا هذا التقرير من دقيقتين يلقي الضوء على هذه التصريحات وغيرها التي تحدثت عن وجود مثل هذه الخطة أرجو أن تبقى معنا قد يبدو هذا الاستعراض العسكري لكتائب القسام في غزة طبيعيا بل ومألوفا لدى أبناء القطاع منذ سيطرة حماس على غزة قبل أكثر من ست سنوات لكن توقيت هذا الاستعراض وتوظيفه السياسي لدى حكام مصر الجدد هو ما اعتبر غير طبيعي بل وذهب البعض لوصفه تحديا أمنيا للسلطات المصرية التي تعيش منذ الثالث من يوليو الماضي وضعا غير طبيعي منذ الانقلاب العسكري في مصر الذي أطاح بحكم الرئيس المنتخب محمد مرسي جرى إقحام حماس باعتبارها جزءا من الأزمة التي تعيشها القاهرة فبدأت شيطانة حماس في وسائل الإعلام المصرية باعتبارها امتدادا طبيعيا لجماعة الأخوان المسلمين في مصر والتي تخوض معركة في الشارع مع العسكر آخر فصول التصعيد المصري تجاه حماس بل وأكثرها وضوحا كانت التهديدات التي أطلقها مسؤولون أمنيون في القاهرة بأن المعركة القادمة بعد الإخوان هي الحرب على حركة حماس بهذا الوضوح وأكثر رسم المسؤولون ملامح العلاقة القادمة مع حركة حماس بل ومع قطاع غزة وربما مع القضية الفلسطينية برمتها بوصفها معركة مفتوحة المخطط الذي كشفته تصريحات المسؤولين المصريين ضد حماس والهادف لإضعاف الحركة قبل الانقضاض عليها يقضي بالتنسيق مع فتح في رمالة الخصم السياسي لحماس ودعم الأنشطة الشعبية المناهضة لحماس في غزة والتلويح بتشديد الحصار على القطاع باعتبار مصر الرئة الوحيدة التي يتنفس منها الغزيون في مواجهة حصار إسرائيلي يخنقهم منذ سنوات طويلة وربما لوح البعض في مصر إلى عمل عسكري ينفذه الجيش المصري ضد حماس وعلى الرغم من هذا التصعيد العسكري ظلت حماس تنقى بنفسها عن الأزمة المتساعدة في مصر باعتبارها شأنا مصريا داخليا لكنها أعربت عن رفضها للتدخل المصري في شؤونها في ظل هذا الحصار والتلويح باستخدام القوى لإسقاط الحكومة الفلسطينية في غزة تأتي دعوات المصالحة الوطنية الفلسطينية لإنهاء الانقسام بين رامالله والقطاع ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن المصالحة الفلسطينية لكنها المرة الأولى التي يعتبر المناخر السياسي في الإقليم وخاصة في مصر منحازا لمصلحة فتح على حساب حماس فهل من مصلحة حماس الذهاب إلى المصالحة والانحناء للعاصفة أم من مصلحتها المواجهة إذن أستاذ أحمد إذا كنت ما زلت معنا السؤال هو من المسؤول عن إيقاف مثل هذه الأصوات التي أنا أريد أن أذهب معك على مذهبك أنها منفلتة أو ربما يعني لا تمثل المجموع المصري أنا لم أسمع أولا أنا ضد تماما اتهام ما حدث للنقلاب لأن هذا هو الكلام الذي يثير حفيظة المصريين ويعتبروا تدخل في الشؤون الداخلية لمصر واستفزاز يعني يسعهم إلى يعني رفضوا تماما ما حدث أكرر ثورة شعبية عارمة طيب أطاحت بحكم رفض المصريين وليس مسموحا لأي طرف أن يتدخل لتقرير ماذا يريد الشعب المصري وماذا يعتبر ثورة أستاذ أحمد أستاذ أحمد هذه النقطة أنا سمعت لك أنا أعكد حضرتك أن هذا الكلام الذي قاله هذا التقرير المغرض لم يحدث في مصر لا أسمع في مصر أن الجيش المصري يعدي للهجوم على حمد هذا الكلام يعني اسمح لأقولي الفارق وغير يعني لا أساس له من الصحة طيب أستاذ أحمد أنا سمعت لك حتى النهاية لكن اسمع لي أرجوك أستاذ أحمد أستاذ أحمد يعني خلينا نخلص بخلاصة أنت تؤمن أن الجيش المصري والقيادة المصرية والشعب المصري لن يتخلى عن دوره التاريخي الذي ينبغي عليه أن يقوم به تجاه القضية الفلسطينية مهما كان خلافه مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر ولن يتدخل بشؤون غزة وشؤون فلسطين الداخلية هل هذا رأيك؟ القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية مصلحة أمن وطني مصري في المقام الأول واضح قبل أن تكون دفاعا عن المطالح الفلسطيني أشكرك أستاذ أحمد فكرتك وضحت أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد بهاء شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية التغيير كنت معنا من القهرة أستاذ عزام يعني ضيفنا ينكر أصلا التقرير وما فيه وينكر أن رويترز أوردت هذا ويعتبره مختلق لكنه قال أنه لم يسمع به نعم هو قال أنه لم يسمع به نعم السؤال هو ما الذي يجب على حركة حماس أن تفعله كرد فعل على هذا التقرير يعني هل ينبغي أن تقوم بخطوات ما تجاه مثل هذه التصريحات المغرضة وخاصة عندما تصل إلى وجود خطة للتدخل في داخل غزة بالتعاون مع حركة فتح هو بدء لا ينبغي أن يحصل حالة من الهلع بسبب مثل هذه التصريحات سواء حصلت هذه التصريحات أو لم تحصل ويبدو أنها حصلت لأن رويترز يعني لم يعني لا أتصور أنها ستضع سمعتها على المحاك وتخاطر بسمعتها بأن تفتري لكن الموقف هو ينبغي التأكد من الموقف الرسمي الحقيقي في القاهرة إذا كان هناك اتصالات باقية بين حركة حماس وأي مسؤولين في القاهرة لابد أن يحصل نوع من محاولة جس النبض التفاهم والتحذير من مغبة مثل هذه الأصوات إذا كانت إذا اعتبرت أصوات النشازة أما إذا كان هذا توجه فالموضوع الحقيقة في غاية الخطورة طيب اسمح لي أن نضم إلينا الآن يحيى العبادس القيادي في حركة حماس وعضو المجلس التشريعي من قطاع غزة دكتور يحيى مرحبا بك معنا وسؤالي لك يعني هو حول التهديدات التي نسبتها وكالة رويترز للأنباء عن قيادات مصرية أمنية وسياسية تتحدث عن وجود خطة لتصفية حركة حماس في قطاع غزة بالتعاون مع خصومكم السياسيين حركة فتح في القطاع كيف تنظر حماس لمثل هذه التصريحات ننظر بخطورة بالغة إلى مثل هذه التصريحات لأن هذه التصريحات تمثل ردة قومية وتمثل انشراف للبوصلة في تشديد صف العدو وصف الصديق عند النظام الانقلابي ولذلك عندما تخرج هذه التصريحات أيضا على وكالات أنباء رسمية فهذا يدلل أن هناك جهة متنفذة كبيرة وراء كل هذه التصريحات ولذلك التصريحات نشاد عندما أنت تلاحق كل الإعلام المصري الذي هو إعلام موجه من قبل أجهزة أمنية وتجد كل هؤلاء الألوية يتحدث بحديث واحد وهذا الحديث كله يحمل تهديدات ويحمل وعيد ويفبرد قصص وأفلام هندية وأكذيب وإنشاعات في هذا الموضوع ويحضر الذينية المصرية ويحضر الذينية العربية هذا يدلل على أنه نحن مقبلون على منطق جنون طيب دكتور يحيى ما الذي ينبغي على حركة حماس أن تفعلوا إزاء مثل هذه التصريحات وخاصة عندما تتطور إلى هذا المستوى هذا المستوى مع سبق الإصار والترصد يقل إطلاق مثل هذه التصريحات دور حماس أن تحاول أن تحاطر هذه التصريحات وتحاطر هذا الذي يجري من خلال القنوات الدبلوماسية على جميع المستويات مستعينة بأصدقائها مستعينة بأحزاب بقوة ومستعينة بالقنوات القليلة التي لا يمكن أن تذكر في التعامل مع الأجهزة الأمنية المصرية وغيرها ولذلك مقلوب أن لا نقف مكتوفين أيدي أمام مثل هذا الموضوع لأننا أمام أن الجميع قد شرب من واد الكنون يظهر أننا لم نعد نشهة القلاء في هؤلاء الذين يخيطرون على كل مقالين الدولة وينحرفون بهذه الدولة بعيدا عن استراتيجيات قومية وبين عن الأمن القومي المصري ذاته فهذا الأمر يحتاج إلى أن نعمل بكل السبل ومع كل الأفتقاء ومع كل الأشقاء جميل ريحي أرجو أن تبقى معنا سنخرج الآن لفاصل قصير وستشارك معنا في الجزء التالي من هذا البرنامج إذن مشاهدين الكرام سنخرج لهذا الفاصل نعود بعده لمناقشة الخطوات الفلسطينية المتسارعة نحو تحقيق المصالحة الوطنية وتطبيق اتفاقيات القاهرة والدوحة بين حركتي فتح وحماس ونتوقف فيها أيضا عند تخوفات البعض بأن يكون المستهدف من المصالحة هو القضاء على مشروع المقاومة وبنيتها التحتية وخاصة في قطاع غزة فأرجو أن تتفضلوا بالبقايا معنا ترجمة نانسي قنقر